احنا اللي منذ لات عاملين حملة افضل الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان عند مسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم طبعا احنا جايين علينا بقى ان شاء الله يوم السبت والحد اللي جايها يكون صيام تسوع وعشورة ورد في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي ما تصنع عليه صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عشورة فقال يكفر السنة الماضية سأنا كاملة بقى هدية من عند ربنا سبحانه وتعالى يكفر ذنوب السنة اللي فاتت كلها بصيام يوم عشورة طبعا هنضم ليه يوم تسوع ليه لنص الحديث ايضا عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيته الى قابل لو عشت للسنة اللي جاي لأصومن التاسع او تاسع طبعا مرة زي ما تركب لكده واحد بيسألني بيقول لي طيب شيخ محمود لو انا يعني ايه لو انا فاتني يوم تسوعة وصمت عشورة يعني لازم اصم يوم مع عشورة عشان اخالف يعني اليهود وكده يعني طيب ينفع اصوم بدل تسوع عشورة اصوم عشورة وحدشورة طوله لا يعني الحقيقة الحديث بتاع حدشورة حديث يعني مش غير صحيح يعني ومواردش فيها حديث أصلا يعني فيبقى الصيام يوم تسوعة وعشورة ان شاء الله يكفروا السادة الماضية هنصوم يوم السبت والحد ومدام السبت والحد وراها الاتنين نلضم بقى في الاتنين لان يعني الصيام يقع شهر المحرم على فكرة كتير من المسلمين ما بيخدوش بالهم بيفضلوا يصوموا في شهر رجب وشعبان اكتر من صيام شهر الله المحرم بالعكس ده شهر الله المحرم افضل بفضل له من صيام شهر رجب ويعني طبعا صيام شهر شعبان برضو يعني ما قلش عنه لانه بترفع فيه اعمالي السنوية الى الله سبحانه وتعالى فالنبي صحيح السنة ما كان يقول احب ان يرفع عملي الى الله وانا صائم طيب الحاجة التانية كان كتير من حبيبي الحلوين بقى الصغيرين الاطفال لما كنت عمل لهم برنامج حكايات عم محمود وبعدين حولنا البرنامج لكتاب جزء الاولاني حكايات عم محمود فقالوا انت نستنا وقلتنا فيه جزء تاني انحيا الحمد لله رب العالمين له جزء تاني هوت من حكايات عم محمود وفيه 100 قصة من اروع القصص اللي كتبتها في عمري وان شاء الله برضو بوعد حبيبي الاطفال الصغيرين الجمال اللي بحبهم جدا جدا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي برضو هيصدر برضو قصص القرآن للاطفال وصدر قبل كده قصص الأنبياء للاطفال وبعدها في الاسبوع اللي بعده هيكون ان شاء الله قصص النبو للاطفال والاسبوع اللي بعده ان شاء الله شرح جزء عم الاطفال وان شاء الله طبعا كده يعني انا في الخطة اللي جاي ان شاء الله حوالي 50 مجلد للاطفال فقط بفضل الله سبحانه وتعالى والكبار ما يزعلوش ان شاء الله ربنا يبارف فيك ورب العالمين قلنا السؤال بتاعنا الأسبوع دوت عشان الجواز هننخليها الأسبوع اللي جاي إن شاء الله قلنا السؤال العلامة المميزة جدا جدا فيه علامات كتيرة جدا لظهور المهدي رضي الله عنه وارضاه لكن فيه علامة العلامة دي ما يختلفش عليها اتنين في الدنيا دي كلها ايه هي العلامة قلنا إن شاء الله هيكون فيه جايزة يعني مجموعة كتب العبد الفقير إن شاء الله وهنخليها جايزتين إن شاء الله نخليها مجموعتين كابلين إن شاء الله لأول اتنين يبعثوا الإجابة الصحيحة إيه هي العلامة المميزة جدا للظهور المهدي رضي الله عنه وارضان دي حاجة وإحنا كما وعدنا أخواتنا للبس وحجاب طبعا بأسأل المولى عز وجل أن يثبت أخواتنا المحجبات والمنتقبات على دين المولى عز وجل والأدعية الورق كله إن شاء الله أدعينهم إن شاء الله في التلت الأخير ربنا يرزقنا أياكم الإخلاص هقول أسمعهم في عجلة سريع كده عشان برضو ما نعطلش الحلقة لأخت دانيا وأم عبد الله من طنطة وفاطمة من السودان ونشوة النجدي وأم محمد من سوريا ورقية محمد أبو طالب عشر سنين وصمر محمد وزهرة من المينيا وصحر وأمها اسمها رضا ونور من سوريا وأم حبيبة ونجلاء فتحي من إنا ونسمة فتحي وأم أحمد وأمر بكار من سوريا وشاهندة من السنبلوين وفاطمة سعيد من إسكندرية ومهندسها بالجامعة بتقول بعد حلقتك الشيخ محمود اشتريت النقاب وارتديته عفوا وارتديته النقاب يعني هي مش كاتب اسمها المكتوب جنبها هل مقصود بها هي اسمها عزة والاسماء مش عارف يعني اسماء محمد أحمد من السودان عبير أحمد نريمان محمد الزرو من الأردن جاء 13 سنة لأخت سوزان أم أسماء ونشوة أمين عبدالحافظ والأخت زاكية وفيزة إدريس من السودان وأسماء فوزي ومروى جويلي ونوها أحمد حسن وأم حسناء من بني السويف وإمان من الدقاهلية والأخت حميدة وأم صارة وهندي من أسيوت وشماء محسن وصباح محمود أمين من شربين ومريم علي أحمد من السودان وخلود متحة وهمة مصطفى الصيف ونكتفى في هذه الأسماء وكل مرة إن شاء الله نذكر بعض الأسماء عشان ما نطولش في الحلقة في ذكر الأسماء فضيح الحلقة وفي نفس الوقت عشان أنا وعدتكم وأقسمت لكم بالله لازم هذكر لكم أسماءكم كلها ربنا يبار فيكم صلى على حبيبك صلى الله على السلام تعالوا نبدأ نكمل النهاردة آخر حلقة في علامات الساعة صغرى وموضوع خطير جدا جدا من أخطر الحلقات وأهم الحلقات لأنها بتمهد لظهور المهدي رضي الله عنه وأرضاه إحنا قلنا ذكرنا حوالي 52 علامة من علامات الساعة الصغرى وهنذكر العلامات لحد ما نوصل لكم علامة لحد العلامة رقم 59 يعني 59 علامة صغرى وإحنا قلنا يا جماعة لو تفتكروا قلت مش لازم تكون علامات الساعة صغرى يقول لا خلصت عشان تظهر علامات الساعة الكبرى لا في علامات ساعة صغرى خلصت تشير جدا حوالي ما لا يقل عن حوالي من 53 إلى 54 علامة ظهرت خلاص لكن في حوالي 4 أو 5 علامات مع اختلاف بقى بين الأئمة حوالي 4 أو 5 علامات العلامات ديت تكون مواكبة لظهور علامات الساعة الكبرى وأول ما تظهر أول علامة ساعة كبرى خلاص كلها عاملة زي الخرازات كده زي إيه زي العقد كده لما بيططع الحباب بتاعته بتنفرد على طول في ساعتها كده فدي علامات الساعة الكبرى بتنفرده يعني وبسرعة بتمر بسرعة عجيبة جدا يبقى خلاص القيامة الرابط ربنا يا ربي يرزقنا إياكم حسنا الخاتم أقوله آمين اللهم آمين طيب العلامة رقم 53 وتعالى مخاطرة جدا القتال الذي يدور بين الروم وبين المسلمين وركزوا معها يا حبيب قوي في العلامة دي اللي لا علامة مخاطرة جدا أنا هتطول فيها شوية صغيرة فاكرين الحديث اللي ذكرنا قبل كده في درس من الدروس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبيبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ستصالحون الروم صلحا آمنا خد بالك وده اللي حصل دلوقتي أن دلوقتي الدنيا كلها البلاد المسلمين كلها في صلح آمن دلوقتي مع الروم مين الروم حبيبي اللي هما الروم اللي هما أنا بيقول مين الروم يا حبيبي يعني مش الروم حبيبي مين الروم يا حبيبي أن الروم دول أمريكا وأوروبا هما دول بيسموا الروم ستصالحون الروم صلحا آمنا فيه دلوقتي فيه علاقات حميمة جدا جدا وفيه هدوء جميل جدا ما بين المسلمين وما بين بلاد الروم ما فيش أي مشاكل خلاص تمام كده هو ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ستصالحون الروم ايه مش أي صلح صلحا آمنا فتقاتلون معهم بلدا من جهة المشرق فتغنمون وتذفرون وترجعون هتغدوا بقى الغنائم وتفوز وتنتصر وترجعون فإذا ما وصلوا إلى أرض الشام إيه اللي يحصل بقى رفع رجل الصليب رجل نصراني هيقول إيه انتصر الصليب رجل نصراني من نصارى الغرب فيقول انتصر الصليب فيأتي مسلم فيقتل ويركزوا معاه بقى في الترتيب البسيط ده كده بحاول أبسط الموضوع أو يعني في غاية البساطة عشان أمهات الجمال اللي عاديين قدامي وأباء الأفاضل وفهميني كويس جدا فأول ما هذا الرجل النصراني من الغرب أو المرفع الصليب يقول انتصر الصليب هيجي مسلم فيقتله فيكتمع النصارى فيقتلون هذا المسلم فيغدر النصارى نصارى الغرب فيغدرون بالمسلمين فيقتون إليهم تحت ثلاثين غاية أو ثلاثين راية تحت كل راية أخذوا بالك بقى ثمانين راية عفوا من الثلاثين ثمانين راية تحت كل راية اثنى عشر ألف مقاتل يعني إيه يا جماعة يعني ثمانين كتيبة بالبلد كده باللغة العصر كده النصارى بتاع الغرب هيجنف ثمانين كتيبة كل كتيبة مكونة من اتناشر ألف جندي مجند يعني حوالي كام تسعمائة وستين ألف يعني أول مليون خبرة بيت دي ملحمة أه هي دي بقى الملحمة هي دي الملحمة اللي هتحصل فين يا جماعة الخير هتحصل في بلاد الشام هتحصل فين في بلاد الشام حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ركز معايا أو أو في الحتة دي قال صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يا دي الساعة عايزك تركز في الحتة دي مسألة مهمة جدا دي التمهيد الذي سيكون بعده ظهور المهدي لأن المهدي رضي الله عنه ورده سيكونوا ظهوروا بعد الملحمة دي قد يظهر في أثناء الملحمة لكن الله أعلم بالوقت بالتحديد ما فيش حد يقدر يحددلك بالملي لكن هو في الوقت ده قبل نزول سيدنا عيسى لازم يكون المهدي موجود قبل نزول سيدنا عيسى لازم يكون المهدي موجود ولازم تكون الخلافة الإسلامية توجدت ولازم تكون الأرض مهيأة لاستقبال المهدي أخد بالك ركز معايا الناس اللي فكر أن المهدي رضي الله عنه ورضاه لما ييجي خلاص هو اللي هيجي بقى يخلي الدنيا كلها مليانة إيمان وعدل وقسط مش بره وحده ركز معايا في المسألة دي مسألة خطيرة مش بره وحده لا دا الأرض عملة بتمهد وبتهيأ كنتوا شايفين ما شاء الله فيه صحوة جميلة جدا في بلاد المسلمين في بلاد الغرب في كل حق الدنيا ما شاء الله الإسلام ابتدى يفوق ما شاء الله والمسلمين ابتدوا يفوق ويعرفوا دينهم ففي إقبال دلوقتي على الدين الأرض بتمهد الآن لظهور المهدي رضي الله عنه أرضاه هيحصل إيه هيحصل يا جماعة إن المسلمين لما يفوقوا ويرجعوا للإسلام ويكونوا عدد مصليهم كما قال أحد اليهود يكونوا عدد مصليهم في صلاة الفجر كعدد مصليهم في يوم الجمعة في الوقت ده الحمد لله المسلمين فاءوا آه هيحصل إيه بقى هيقوموا كلهم ويروحوا على بيت المقدس هيقتلوا مين هيقتلوا اليهود قد بالك مسألة مهمة جدا هيقتلوا اليهود ودي ورد فيها حديث في الصحيح أن النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قالت لا تقوموا الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيهجر اليهودي فيختبئ وراء الشجر ووراء الحجر فينطق الله الشجر والحجر يقولوا يا مسلم يا عايزة صادة صد يا مدني يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي تعالى فقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود يا سبحانه حتى الشجر شغال في المخابرات يعني يروح يقول لليهودي أو عفوا عفوا يعني ربنا ينتقل المسلم ينتقل الشجر والحجر فيقول للمسلم تعالى ده فيه وراء واحد يهود إلا شجر اسمه الغرقد شغال مخابرات لليهود فإلا الشجر ده هو الوحيد اللي هيداري على اليهود ولذلك سبحان الله يسأل إخواننا حبايبنا وروح قلبنا إخواننا من أهل فلسطين وقول لهم النهاردة اليهود بيزرعوا قديم من شجر الغرقد يقول لك مغرقين فلسطين بشجر الغرقد لأن هم فعلا يعني يعني أجبن الناس جميعا هم اليهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر بأسهم بينهم شديد تحسابهم جميعا وقلوبهم شتى ده كلام ربنا اللي خلقهم سبحانه وتعالى يبقى إذن تعالوا عشان نفصل المسألة ونحاول نعشق الأحداث كده ببعضها بحيث إيه تبقى المسألة متنغمة كده والمسألة ما ندوش منها يبقى إذن إن شاء الله ستصالحون ربما صلحة أمين أحصل ماشي هيحصل إيه بعد فترة جماعة المسلمين مع نصارى الغرب هنقاتل دولة من جهة الشرق إيه الدولة دي بقى الله أعلم مدام النبي لم يذكرها ما فيش ده أن نحن نخوض بعضهم يقول لك دي الصين بعضهم يقول لك دي اليابان بعضهم يقول لك دي كوريا مناش دعوة دولة من قبل المشرق أنهي دولة الله أعلم سبحان الله فبعدا من قاتل زي ما قلنا يا جماعة يجي نصراني ومقال إيه انتصر الصريب المسلم يقتلوا فهم يقتلوا المسلم فاجتمع النصارى بتوع الغرب في 80 راية يعني 80 كتيبة تحت كل راية 12 ألف جندي مجلد يعني 960 ألف واحد يعني مليون واحد جايين يقتلوا مين المسلمين عشان يقتلوا المسلمين إيه اللي يحصل بقى يا جماعة الكلام ده هيكون زي ما قلت لكم قبل نزول سيدنا عيسى عليه السلام ركزوا معايا وقبل ظهور الدجال المكان هيكون فين في أرض الشام أرض مباركة إلى قيام الساعة بفضل الله سبحانه وتعالى طيب تحالوا نشوف وصف القتال ده تم إزاي تعالوا نشوف حديث عجيب جدا جدا نرواه مسلم أنه هاجة ريح حمراء بأرض الكوفة ريح قوية جدا جدا ظن بعض المسلمين أن القيامة آمت فقالوا يا عبد الله ابن مسعود ماذا تريدون قالوا جاءت الساعة كان سيدنا ابن مسعود كان متكئا فجلس يعني عايزوا يقولون الموضوع مهم وخطير واسمعوا أنتوا بتقولوا أن القيامة آمت لا 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 ده لسه أنتوا مش فاهمين حاجة أنتوا مش يخضين بالكو بقى قال ابن مسعود إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم أو لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة يعني إيه يعني قبل ما الساعة تقوم هتيجي أحداث يا جماعة الخير أنه يحصل قتال بين المسلمين وبين الروم القتال ده يتقتل في عدد كبير جدا من المسلمين ومن الروم هتكون النصر للمسلمين بس من كتر القتال اللي هيحصل ومن كتر الناس اللي هتتقتل مفيش حد فينا هيفرح بغنيمة ليه يا جماعة هيجي في الحديث هتسمع إن الأسرة مثلا ممكن تكون مكونة من ميت واحد يتقتل تسعة وتسعين فيبقى واحد فيلاقي الغنيمة بالله عليك يا مسلم يا أخوي يا حبيب قلب هل ممكن واحد عيلت كلها تفنى تسعة وتسعين واحد يفنوا يقتلوا جميعا ولا يبقى إلا هو يفرح بغنيمة غنيمة إيه اللي يفرح بيها ده دلمة الأحباب بالدنيا واللي فيها واضح المعنى قال حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم أشار بيدهي تجاه الشام خبال بقى شوف فقه سيدنا بلي مسعود وركز معايا وركز معايا أم الغالية يقول إيه عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام بيقول في ملحمة هتحصل في أرض الشام اللي احنا تكلمنا عنها دلوقتي إيه صفات الملحمة يا سيدنا عبدالله بن مسعود قالوا قالوا لها الروم تعني الروم يعني قال نعم هم الروم نصارى الغرب وتكون عند ذلكم أو عند ذاكم القتال ردة شديدة هيحصل ردة في مين في المسلمين ردة لا تطلق على النصارى تطلق على المسلم المسلم إذا ترك دينه يبقى مرتد لكن خبالك مش مقصود بينا الردة مش مقصود بيها الكفر إنما المقصود بيها ردته خبالك بقى ركز معا في حتة دي إنه هم يعني عند القتال مباشرة إلا يحصل هيحصل إنه هم هيرتدوا على أدبرهم يعني يهربوا من الجهاد ودي بيسموا إيه ارتد على عقبه يعني رجعوا وطبعا هذا الإنسان يعني ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر من الموبقات السابعة خبال حضرتك اللي هي إن الإنسان آزم بالله يدبر يدبر عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فقال يحدث إيه ردة شديدة فيشترط المسلمين شرطة للموت لا ترجع إلا غالب أي وقفوا كده يقولوا إحنا بنشترط مجموعة من المسلمين يخشوا يقتلوا لا ترجع إلا ممتصرة فيشتمعون فيدخلوا يقتلوا الروم خدوا بالك وركزوا معايا فيدخلوا يقتلوا الروم من الصبح البالليل جه الليل فيسيبوا الروم والروم يصيبوهم ويرجعوا لا ده غلب ولا ده غلب هيحصل الكلام ده كم يوم يا جماعة ركزوا معايا أكز معايا ميدا نبقى عشان إيه آه الله يبقى فيك فيحصل إيه كتال من الصبح لحد بالليل يرجعوا لا ده انتصر ولا ده انتصر تاني يوم الصبح يروحوا يقتلوهم يشترطوا شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة يروحوا يقتلوا يوم اتنين تلاتة حباب قلبي بعد اليوم التالت أرض الشام تسعمية وستين ألف نصران بقتل المسلمين ويحن ننسبهم فينهد إليهم العرب والمسلمون من كل مكان الله أكبر هيفوق المسلمون في الوقت ده ويرحوا لهم من كل بلاد العالم علشان يقتلوا مع المسلمين في اليوم الرابع فيحصل في اليوم الرابع تكون النصر بفضل الله للمسلمين وتكون الهزام أهزيمة لنصارى العرب في الوقت ده هيتقتل أدي يا جماعة عدد كبير جدا لا يخطر على قلبه بشري لدرجة أن ابن مسعود بيقول أن الطائر 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 اللي بيطير في السماء ده بيقول الطائر يمشي يطير من فوق الجسس ديت من نتن الريح يا زم بالله ومن زهم الأجساد ديت يطير من أول من أول قتيل لحد آخر قتيل ما يوصلش لحد آخر قتيل لحد ده ما يكون مات شوفت ديه هتكون برك الدماء توصف في بعض الأحاديث أن الخيول يا جماعة ربنا عافين وعافيكم أن الخيول هتمشي في الدماء لحد إيه لحد الركب ركبة الفرس يبقى واصل لها الدماء لأن الدماء أنت عارفين الرملة ما بتشربش الدم الدم أول ما بينزل بها تجلط فيفضل دم وفوق دم من كتر الدماء الخيول هتمشي في الدماء لحد الركب تخيلوا 960 ألف واحد منهم من يسلم ومنهم من يقتل ومنهم من يفر خد بالك فتكون النصرة للمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى بعدما يخلص الموقع الملحمة الكبيرة العظيمة دي كلها إيه اللي يحصل المسلمين هيكتاموا بقى يشوف الغنائم ويعدوها ويزبطوا ولا واحد فيهم ما يفرح بغنيمة ولا واحد فيهم ما يفرح بأي حاجة يحصل عليها ليه يقول لك فتعادوا بانوا الأب الواحد الأسرة الوحدة يعدوا الموجودين من الأسرة يلاقوا مقتول من كل 10199 ولم يبقى إلا واحد فابن مسعود بيقول فبأي غنيمة يفرحوا أي غنيمة حضرتك متخيل ربنا عافينا عافيك لما واحد يلاقى إعلته كلها تقتلت غنيمة إيه فلوس إيه دنيا إيه قل بلك في اللحظة دية يسمعون من يصرخ إن الدجال قد ظهر قد خلفهم في ضراريهم فيقبلون إلى هناك ويبعثون عشرة فوارس الله أكبر اللي عشرة فوارس دل ليه علشان يشوفوا هل الدجال فعلا ظهر ولا لأ طب العشرة فوارس دول ما هم عارفين خطورة الدجال يا جماعة ده الدجال ده مصيبة ده أكبر فتنة ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني دل الصحابة ودل المسلمين على أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال في دبر كل صلاة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس أن بعد التشهد مباشرة وقبل التسليم أن نقول اللهم إينا نعوذ بك أو إينا اللهم إينا نعوذ بك من عذاب القبر وعوذ بك من عذاب النار المسيح الدجال في كل صلاة في كل صلاة ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني أن دي أكبر فتنة منذ خلق آدم عليه وسلم إلى قيام الساعة هي فتنة المسيح الدجال وطبعا هنجيلها ونشرح فاو نقول لكم بقى كل حاجة عن المسيح الدجال يعني سبحان الله فشات في موضوع أن هم في الوقت دوت لما يسمعوا بخروج الدجال خدوا بالك بقى هيبعثوا عشر فوارس طليعة يعني عشان يشوفوا ايه يتقصر حقيقة يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي إني لأعرف أسماءهم صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفوارس دولها يكونوا إمتى جماعة يكونوا في الملحمة الكبرى يكون في وقت خلاص بيظهر المهدي أو ظهر المهدي أو لسه يظهر في اللحظة دي النبي بيقول أنا عارف أسماء مش الجيش هيروح فين بيقول أنا عارف أسماء الفوارس العشرة دولة عرف أسمائهم مش كده وبس إني لأعرف أسمائهم وأسماء آبائهم اسمها الحتة التالتة دي وألوان خيولهم ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم قال هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس الأرض على ظهر الأرض يومئذ انتصار المسلمين حبيب قلبي على الروم في الموقعة دي في الملحمة دي هتكون التهيئة لفتح القسطنطينية اللي هي اسطنبول اللي هي في تركيا دلوقتي اللي النبي وعدنا ان هي تفتح في آخر الزمان بفضل الله كعلامة أيضا من علامات الساعة الصغرى فتح القسطنطينية تفتح القسطنطينية بفضل الله سبحانه وتعالى الشاهد في الموضوع ان القسطنطينية هتفتح تبت فتح ازاي بقى خد بالك ده حلسه جيني العلامة اللي بعدها بس ايه عايز اقولك التهيئة بتاعتها ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان لما المسلمين يغنموا خد بالك بقى لما المسلمين يغنموا ولما المسلمين ينتصروا على الروم في الملحمة الكبرى ديت هيطلعوا من بعد الملحمة ديت عشان يفتحوا القسطنطينية طبعا في ناس كتير جدا استشهدت فعايزين جيوش تانية فهيطلع جيش عرم رم كبير جدا جدا من كذا مكان ومن ضمنها من المدينة المنورة على صاحبها افضل صلاة والتسليم صلى الله عليه وسلم فلما ينزلوا فيتصاف الروم قبلك قبل ما يروحوا على ايه قبل ما يروحها الكسطنطينية فيتصاف الروم ويتصاف المسلمين يقفوا صفوف كده فيقول الروم للمسلمين خدوا بالكم الحلوة الجميلة دي اهم يقولون لهم خلوا بيننا وبين إخواننا الذين سبوا منا يعني ايه الكلام دا الروم عايزين يقول لهم ايه يا ريت قبل ما انقاتلكم يا مسلمين سيبونا انقاتل النصارى اللي كانوا معانا وجمع عندكم واسلموا تمام هم دخلوا الساب يعني اتأثروا فاسلموا فسيبونا انقاتلهم الاول قبل ما انقاتلكم فيقول المسلمون لا نخلي بينكم وبين اخواننا هم قبل ما يسلموا اه كانوا معاكم انما لما اسلموا بقوا اخواننا لا يمكن نفرد فيهم ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم حديث ايضا لله مسلم فيقاتلونهم اللي يحصل قال فيهزم ثلث الجيش اللي هو اللي جاي من المدينة تلت الجيش دوت يعني يهزم يعني يفر اللي هو الفرار من الزحف ده كبيرة من الكبائر يا مسلمين كبيرة من الكبائر انت تفر من الزحف فيفروا او يهزموا ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا لا يوفقهم لتوبة ابدا دي من اكبر الكبائر من الموبقات الفرار من الزحف قال لا يتوب الله عليهم ابدا ويقتل ثلثهم تلت الجيش ده هيتقتل بقى يقول صلى الله عليه وسلم فهم افضل الشهداء عند الله يا رب جعلنا منهم يا رب العالمين قولوا امين ويفتح الثلث الاخير فلا يفتنون ابدا فيفتحون القسطنطينية حلو كده تلعوا بقى من الملحمة على القسطنطينية يبقى هم في الملحمة تلت هينهزم تلت لا يتوب الله عز وجل عليه ابدا اللي هو هيفر من الجهاد والتلت التاني هيهزم الروم والتلت التالت هيتقتل هيستشهدوا خير الشهداء عند الله سبحانه وتعالى خب بالك فبعدا ما يهزموا الروم وركزوا معايا انا بحاول ايه ارتب لك الاحداث بشكل بسيط عشان ما يبقاش فيه اي تعقيدات ان موضوع الفتن موضوع خطير جدا فاول ما يهزموا الروم يطلعوا مباشرة على القسطنطينية عشان يفتحوها خب بالك بقى لان النبي يعني وعدانا بفتح القسطنطينية صلى الله عليه وسلم فراحين يفتحوا القسطنطينية ايه اللي يحصل فاول ما يفتحوا القسطنطينية ودي هنقولها في العلامة التانية بقى اول ما يفتحوا القسطنطينية خلاص وينتصروا فاذا بالشيطان يصيحوا فيهم يقول ان المسيح الدجال قد خلفكم في اهليكم الحق انتوا بتعملوا ايه انتوا فرحلين من غلام الحق ده المسيح الدجال ظهر بين اهليكم فالحقهم يقول صلى الله عليه وسلم وذلك باطل يعني الكلام ده كدب ده الشيطان هو اللي ذحك عليهم خب بالك وذلك باطل لكن بقى بمجرد ما يرجعوا من القسطنطينية وركز معايا يا اخويا وحبيبي اول ما يرجعوا من القسطنطينية الى الشام هيلقوا المسيح الدجال ووضح المعنى يبقى اذا اللي حاصل في عجلة السرعة كده باختصار ملحمة المسلمين معروم في صلحة امن رحوا ياخذوا بلد من جهة الشرق غنموا ما شاء الله فازوا ورجعوا واحد من النصارى بتوع الغرب رفع الصريب قال انتصر الصريب تمام قتلوا مسلم رح هم قتلين المسلم رح اكتمع النصارى وغدروا جم بتمانين كتيبة تحت كل كتيبة اتناشر الف جندي يبقى ستسعمائة وستين الف واحد مقاتل من الروم بفضل الله سبحانه وتعالى هيحصل قتال ما بين المسلمين وبين الروم تلت يام من الصبح البالليل وبعد كده في اليوم الرابع هيأتي بقى ينهت اهل الاسلام ويأتون من كل مكان بفضل الله سبحانه وتعالى ومن بين الذين يأتون جيش من المدينة يهزم الثلثه يعني يفر من الجهاد وهؤلاء لا يتوبوا الله عليهم والثلث ينتصر مع من ينتصر والثلث الاخير يستشهد واؤلاء خير الشهداء على وجه الارض بفضل الله سبحانه وتعالى قبل ما يبدأ الجهاد قبل ما يبدأ الجهاد ان هؤلاء النصارى يرون يقول المسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا مننا حتى نقاطين ما يقولون لا لا نخل بينكم وبين إخواننا الذين أسلموا يعني تمام وبعدما ربنا يكرمهم وينتصروا مباشرة هيروحوا على القسطنطينية فينتصروا هنذكر دلوقتي تفاصيل الانتصار بتاعت القسطنطينية فينتصروا فأول ما ينتصروا إذا بالشيطان يقول لقد خلافكم الدجال في ذراريكم أو في أهليكم هيرجعوا إلى كلام ده كله كدب لكن بمجرد ما يوصلوا من القسطنطينية إلى بلاد الشام هينقوا فعلا للدجال ظهر إيه اللي يحصل في الوقت ده حباب قلبي إيه اللي يحصل في الوقت ده إن الحمد لله زي ما قلت لكم هيكون بيت المقدس في الوقت ده موجود في أيدي المسلمين أما الفين اليهود اليهود خلاص خلصوا اليهود كان يكونوا طبعا هيكونوا خلصوا بفضل الله سبحانه وتعالى بس مش كلهم مش كل اليهود لأن فيه يهود برضو هيتبعوا الدجال لكن اليهود اللي موجودين عند المسجد الأخصى كلهم هيكونوا تقتلوا بفضل الله لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله خلف يهودية تعالى فاقتله إلا شجر غرقت فإنه إيه من شجر اليهود في الوقت ده هتكون في خلافة إسلامية هيكون الأمة عادت إلى الله سبحانه وتعالى هيكون ظهر المهدي إمتى بقى في الأحداث دي بالزبط لا يمكن تلاقي نص على وجه الأرض يحدد لك اليوم بالتحديد هو المهدي ظهر إمتى بالزبط فأثناء الملحمة ولا قبلها ولا بعدها ظهر في أثناء فتحة قسطنطينية هل كان معهم؟ هل كان هو موجود في مكة؟ هل كان موجود فين؟ محدش ما فيش رواية تذكرة هذا لكن رواية اللي بتفكر ان هم بمجرد يا جماعة ركزوا معا بقى بالأحداث والله بحول أبسطها لكم بشكل أقسم بالله يعني عشان أبسطها بشكل ده عدت أبحث وأسأل كل إخواني وأنا اجتمعوا وأسألوا من دردش عشان نشوف ترتيب الأحداث دي بالشكل البسيط اللي بقى نقول لكم ده هيرجعوا من فتحة قسطنطينية على بلاد الشام فيلاقوا المسيح الدجال فعلا ظهر ومن المعلوم ان مدام المسيح الدجال ظهر يبقى لابد من نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام لأنه هو اللي هيقتله وسيدنا عيسى بن مريم لا يمكن ينزل إلا بعد ظهور المهدي إيه الدليل على كده؟ إن المهدي رضي الله عنه ورده هيصلي في المسجد الأقصى لما يرجعوا من فتح القسطنطينية ويجوا على بلاد الشام ويعرفوا أن الدجال ظهر هيكون المهدي رضي الله عنه ورده هيكون بيصلي في المسجد الأقصى صلاة الفجر صلاة الصبح وهيلقوا هم بيصلوا صلاة الصبح ووقفين والمهدي إمام المسلمين في الوقت دوت هيلقوا سيدنا عيسى نازل مسندا يديه على جناحي ملكين والعرق يتقطر من جبهته كأنه اللؤلؤ ودي علامة جميلة جدا لسيدنا عيسى عليه السلام فأول ما ينزل ويشوفوا سيدنا المهدي وخبالك فالنبي صلى الله عليه وسلم ادانا المواصفات بتاعت سيدنا عيسى فأول المهدي ما يعلم إنه هو ده سيدنا عيسى عليه السلام طبعا معلوم أن السيدنا عيسى أفضل من سيدنا المهدي لأن المهدي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة رضي الله عنه ورضاء لكنه في النهاية ليس نبي أخبرك فالنبي وهو رسول من أولي العزم الخمسة اللي هو سيدنا عيسى يقين الأفضل من المهدية فإذا بالمهدية من شدة أدبه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأول ما يشوف سيدنا عيسى نازل في أم تأخر لورا ويشير لسيدنا عيسى أن يتقدم ويصلي بالمسلمين إماما فيقول له عيسى عليه السلام بل أنت إمامهم تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة ويصلي عيسى عليه السلام خلف المهدية رضي الله عنه وأرضاه ولذلك كان من دمن المناقب الجميلة الأمة الإسلام اللي أنت بتفتخر وكلنا بنفتخر إن إحنا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منا الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم عليه السلام فإذن في اللحظة دية هيعرفوا أن المسيح الدجال ظهر بفضل يعني هتبدأ بقى الملحمة الكبيرة بقى والعلامات الساعة الكبرى هتبدأ بظهور الدجال طيب تعالوا نشوف العلامة رقم 54 اللي احنا كنا بديتكلم فيها دلوقتي اللي هي فتح القسطنطينية لإسطنبول في تركيا طبعا قلنا أن فتح القسطنطينية يكون إمتى جماعة قبل ظهور الدجال مباشرة ليه الدليل على كده زي ما قلتلك هم بمجرد ما يفتحوا القسطنطينية ويرجعوا من القسطنطينية من تركيا للشام هيلاقوا المسيح الدجال خلاص يبقى إذن هيكون الفتحة القسطنطينية قبل ظهور الدجال مباشرة اركز معي الأحداث الحلقة دي أحداث خطيرة جدا جدا ويعني وبينباني عليها حاجات كبيرة قوي قوي أن يا جماعة الخير احنا لازم نكون لنا إيد أو لنا يد في أن احنا نمهد الأرض لاستقبال المهدي رضي الله عنه وارضا ما يجيش واحد يقول بس الحمد لله امتى بقى يظهر المهدي بقى عشان الدنيا بقى دلنا بقى لكده ساملقوا الأرض قسطن وعدن كما ملق الظلما وجورا وإلى غير ذلك فامتى بقى ما لازم يكون لك دور لازم يكون لك دور مش في ظهور المهدي رضي الله عنه وارضا ولكن يكون لك دور في خدمة الدين لعوذة الخلافة مرة أخرى قبل مجيء المهدي الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة كان يقول أن بعض الناس في معنى الكلام أن بعض الناس بيظن أن الخلافة ستكون بعد المهدي لا ده الخلافة ستكون قبل المهدي والأرض تمهد وتهيئ الآن بفضل الله لاستقبال المهدي رضي الله عنه وارضا فتحة كوستنطنين ورد فيها حديث عجيب جدا عديث في منتهى العجاب الغرابة حديث جميل قوي قوي حديث رواه مسلم في كتاب الفتن لمن أرد أن يرجع إلى نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم هو جالس مع الصحابة فبيقول لهم سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر ليه اسطنبول ليه قوستنطنين نصها في البحر ونصها في البر فقالوا بلى يا رسول الله قال فإنه لا تقوم الساعة وركز معايا حتى يغزوها سبقون ألفا من بني إسحاق الله الله على البشريات الجميلة يا مسلمين الله بني إسحاق دلومة مين اللي هم مسلموا الغرب بني إسحاق أمنا إحنا مسلموا العرب بني إسماعيل يبقى إذن السبعين ألف دولات هيكونوا موجودين في الجيش الإسلام اللي رايح علشان يفتتح القسطنطينية هيكون معانا إن شاء الله سبعين ألف نصراني من الغرب يسلموا ويدخلوا في دين الله جل وعلا ويروحوا يغزوا معانا عشان يفتتحوا القسطنطينية بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يبقى مع الجيش الإسلام يا حبابي سبعين ألف نصراني أسلم اللي هم إيه اللي هم مسلموا العجم اللي هم من بني إسحاق طيب فإذا جاءوها أول من قربوا من المدينة دي خب بالك بقى لا يقاتلوا بسلاح ركز معايا ولا يرموا بسهم فيقولون لا إله إلا الله والله أكبر حتة صادق مدني ما خب بالك أول ما وصلوا هناك يعملوا إيه على طول كده الكل يعني على قلب رجل واحد لا إله إلا الله والله أكبر إيه اللي يحصل يلقي الله الرعب في قلوب هؤلاء الناس اللي في القسطنطينية ثم يكررها مرة تانية فأسقط شقوها الذي في البحر فيقررها في المرة التانية لا إله إلا الله والله أكبر رعب رعب يا جماعة شوفوا كلمة الله أكبر لما قيلت في حرب العاشم رمضان السادس من أكتوبر كان بفضل الله كان فيها صحق ومحق اليهود عليهم من الله ما يستحكون لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط شقوها الذي في البر في المرة التالتة لا إله إلا الله والله أكبر فتفتح لهم أبواب المدينة الله آه لا هي دي تمام فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول صلى الله عليه وسلم سمعتم بمدينة جانب منها في البر جانب منها في البحر قالوا نعم قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق فإذا جاؤوها نازلوا بالقرب منها فلم يقاتلوا بالسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا إله إلا الله الله أكبر مرة تانية تالتا قال فيدخلوها فيغنمون فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون وده دليل حباب قلبي على إن سبحان الله يعني يعني إن الدنيا فعلا ما تسوش حاجة إن الغنائم بتاعة بلاد الروم ديت وتركيا وإسطنبول والكلام ده كله يبقى قدامهم ورغم ذلك سبحان الله يعني لا يأخذون منها شيء بالمرة خالص ولا أي حاجة يتركوا ليه؟ لأن فتن كتيرة وتدلعا أن الدنيا ومتاع الدنيا أصلا متاع ناقص لا يمكن أن يكمل أبدا الحافظ بن كثير رحمه الله رحمتنا وسعم بيقولي إن الحديث ده بيدل على إن الروم بيسلمون في آخر الزمان قال إن يغزو القسطنطينية من ضمن اللي بيغزو سبعون ألفا من بني إسحاق قد بالك بقى قال ولعل فتح القسطنطينية يكونوا على أيدي طائفة منهم كما نطق به الحديث هذا أنه يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق قد بالك واستشهد على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة والروم أكثر الناس طيب بيقولك بقى إن سبحان الله اللي يؤكد إن كون هذا الجيش الذي يفتح القسطنطينية من بني إسحاق إن جيش الروم زي ما قلنا في الملحمة هيبلغ قديا جماعة تسعمائة وستين ألف جندي يعني حوالي مليون هيقتل بعضهم خب بالك لسه كلام الحافظ من كثير قال لك هيتقتل بعضهم ويسلموا بعضهم ويكونوا من أسلم مع جيش المسلمين الذي يفتتح القسطنطينية طب هو ده أول فتح القسطنطينية لا بس ده أول فتح للقسطنطينية هيكون بغير قتال خب بالك سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه بعد سيدنا يزيد بن معاوية بجيش ليفتح القسطنطينية وكان الجيش ده فيه أبو أيوب الأنصار اللي هو تفتكره لما قال لي يزيد بن معاوية قال له يعني كان ساعته يا سيدنا أبو أيوب الأنصار كان عنده حوالي 80 سنة أو أكتر من 80 سنة قال له يعني ركبنا على فرس وتوغل به في بلاد يعني في بلاد الروم وأول ما توصل لحد آخر موضع اتفني هناك فأول ما وصل لحد قرب أسوار القسطنطينية خد بالك من حتة دي كان سيدنا أبو أيوب الأنصار كان مات فدفنه تحت أسوار القسطنطينية فأول محاولة كانت إيه يعني في عهد سيدنا معاوية لما أرسل يزيد بن معاوية في الجيش ولم يتم لهم فتح القسطنطيني مرة تانية حاصرها مسلمة ابن عبد الملك ولم تفتح أيضا ولكنه صالح أهل المدينة القسطنطينية على بناء مسجد بها وفتح التورك القسطنطينية لكن إيه كان بقتال كان إيه كان بقتال لكن الفتح القسطنطيني بغير قتال إن هي تستسلم وتفتح أبوابها للمسلمين بغير قتال لم يقاتلوا بسيف ولا بسهم ولا برمح ما فيش حاجة خالص غير أنهم يقولوا لا إله إلا الله الله أكبر دي مش هتحصل إلا قبل ظهور الدجال مباشرة بفضل الله سبحانه وتعالى الله أكبر طيب تعالوا بقى نشوف العلامة رقم 55 إلا إحنا عايزين نخلص العلامات علشان إن شاء الله سبحانه وتعالى الدرس اللي جاي واللي بعده واللي بعده التلت دروس اللي جايين هنتكلم بقى ونفصل تفصيل عميق جدا جدا في قصة المهدي المنتظر رضي الله عنه وأرضاه علامة رقم 55 خروج القحطاني إيه القحطاني؟ قحطاني ده رجل صالح جدا هيا يلاقي الناس يعني تعدوا شوية عن الطاعة ربنا عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى فيقوم عشان يأمر للناس بالمعروفة انهاهم عن المنكر ويأخذ بأيديهم إلى طاعة الله ورد حديثه في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا يسوق الناس بعصا إيش معناه أنه راح يضربهم معناها أنه بيقضهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى عند كثرة الفتن وتغير الناس وتغير الزمان هيخرج هذا الرجل فيحكم الناس بالعدل ويحبه الناس ويترعون يقول الإمام القرطبي رحمه الله رحمه الله وسعم يقول يسوق الناس بعصاء كناية عن استقامة الناس وانعقادهم إليه واتفاقهم عليه ولم يرد نفس العصاء وإنما ضرب به مثلا لطاعتهم له كبالك بقى يبقى إذن القحطاني القحطاني علامة من علامات الساعة الصغرى أن عند الفساد وبعد الناس عن الدين هيفضر هذا الرجل القحطاني من بلاد قحطان ويسوق الناس بعصاء يعني يأخذ بأيديهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى العلامة رقم 56 نحن ذكرناها قبل كده من بين بقى تفاصيل لما كنا بنذكر تفاصيل اللي هتكون قبل الملحمة وقبل فتحة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر ووراء الحجر فيمتق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي تعالى فقتله إلا شجر الغرقة فإنه من شجر اليهود وزي ما قلت لحضرتك إن ده كله هيكون تمهيد لظهور المهدي رضي الله عنه وأرضاه إن الأرض كلها تتهيأ لظهور المهدية ففضل لنا على ثلاث علامات علامة رقم 57-58-59 ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاة يعني الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فحمل هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وإخواتي وأهل وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة تعالوا نشوف العلامة رقم 57 علامة رقم 57 أن المدينة المنورة تمفي شرارها وتخرب في آخر الزمان تمفي شرار القلق وتخرب في آخر الزمان المدينة المنورة هتمفي كل الشرار اللي فيه أي نعم وزيك سبحان الله لا يصبر على الإقامة في المدينة إلا الأخيار بفضل الله سبحانه وتعالى فالمدينة تمفي شرار القلق تلاقي واحد مثلا إنسان خبيف إنسان منافق إنسان مش كويس ربنا سبحانه وتعالى يقدر له أي سبب عشان يخرج من المدينة وما يقعدش في المدينة ويعيش في أي مكان تاني يعني علشان ده نص حديث النبع السلام أنه لا يمكن أبدا هيبقى في المدينة لحد قيام الساعة إلا خيار الخلق بفضل الله سبحانه حتى الدجال نفسه دجال لما يحاول يخش مكة أو المدينة ربنا سبحانه وتعالى هيسخر ملائكة كما سيئت إن شاء الله سيسخر ملائكة تحرص مكة والمدينة من فتنة الدجال لا يمكن أن يبقى واحد لا يمكن أن يدخل الدجال لأي مكان في المدينة أو مكة طب هتقول لي طب ما هيبقى فيه مثلا ناس خبثاء أو منافقين أو كفار موجودين في مكة أو في المدينة إلا يحصل ألك هيحصل زلزال في مكة أو في المدينة يتتبع خطوات الكفار والمنافقين ويطردهم خارج مكة والمدينة فيتقابلون مع الدجال ويمشون مع الدجال ولا يبقى إلا المؤمنون في مكة والمدينة لكن المدينة بالذات تنفي شرارها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الله مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكيرو خبث الحديد الله أكبر القاضي عياض حمل الحديث ده على إن الكلام ده هيحصل في زمن النبي بس خب بالك من كلام قال لك لا 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 ده هي تنفي شرارها في زمن النبي هيفضل الناس المسلمين بقى والصحابة والناس الأفاضل بقى في زمن النبي والبقى كلها يخرج برى المكفار واليوود والمنافقين وكلام ده كل والإمام النووي قال لا ده الكلام ده يحصل في زمن الدجال إن المدينة تنفي شرارها يخرج برى المدينة ويلتقوا مع الدجال ويبقى في المدينة المؤمنون لكن الحافظ ابن حجر قاله إيه المانع أن يحصل الكلام ده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الدجال أيضا يبقى ممكن يحصل في المكان في الوقت ده وفي الوقت ده يقول صلى الله عليه وسلم بقى عن خراب المدينة المدينة هتخرب هتخرب في آخر الزمان ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين من فتن آخر الزمان يقول صلى الله عليه وسلم من حديث رؤول بخاري قال تتركون المدينة على خير ما كانت تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير يعني المدينة تخرب لا يبقى فيها أحد ويكون في شوارعها كلها السباع والطيور ويعني فتنة كبيرة أول وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة راعيان جايين من مزينة راحين المدينة ينعقان بغنامهما فاجدانها وحشا هيخش المدينة لها مستوحشة جدا ما فياش حد دخال الساكن حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما ولذلك جاءت بقى وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترميذي بسنة دان صحيح من استطاع منكم خبالة بقى إذن المدينة بتنفي كل الشراري الموجود فيها ولا يبقى فيها إلا الأخيار الأطهار المؤمنون بفضل الله سبحانه وتعالى فالنبي يقول لك إيه بقى يقول لك لو قدرت تروح تعيش في المدينة وتموت في المدينة اعمل اعمل كده ليه يا رسول الله قال فإني أشفع لمن يموت بها الحديث حديث روض الترميذي بسناد صحيح من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت بها فإني أكون له شاهدا أو شفيعا يوم القيامة ولذلك سيدنا عمر بن خطف رضي الله عنه ورده كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم العلامة رقم 58 فضلين على 200 نسكرهم بسرعة كده ثم يعني نعلق بقى على الكلام اللي ذكرناه ونشوف إيه اللي ممكن نحن نعمله في الفترة اللي جاي يعني العلامة رقم 58 إيه اللي يحصل يا جماعة اللي هيحصل إن الدنيا بعد بعد سيدنا وده اللي هنعرفه بقى إن شاء الله في علامات الساعة الكبرى علامات الساعة الكبرى والحقيقة أنا برضه عشان الأمور برضه عشان ما حدش يعني ظننا حاجة يعني أنا إن شاء الله يعني هأجل كلام ده كله لأن أنا إن شاء الله احتمال كبير جدا جدا أخلي دي آخر حلقة ليا إن شاء الله في قناة الناس وإن شاء الله إن أكملنا الدار الأخيرة إن شاء الله إن نحيانا ربنا سبحانه وتعالى يعني إن شاء الله سأخبركم سأقدمها يعني إن شاء الله في مكان آخر وسأخبركم بيها إن شاء الله لكن دي آخر حلقة ليه إن شاء الله في هذه القناة المباركة الحلالة على رقم 8-50 الريح الطيبة تقبض أرواح المؤمنين إيه اللي يحصل يا جماعة؟ اللي هيحصل إن بعدا في آخر الزمان بعدا ما ترجع بقى بعد سيدنا عيسى ما ينزل ويقتل الدجال وبعدين يظهر يأجوج ومأجوج ويتحصن سيدنا عيسى بالمؤمنين في جبل الطور ثم يقتل قابلة يأجوج ومأجوج ويعيش سيدنا عيسى في أجمل سبع سنين على وجه الأرض أجمل سبع سنين موجودة على وجه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى ويكونوا فيها كل أهل الأرض بلا استثناء يا جماعة كلهم مؤمنين كلهم بلا استثناء مؤمنين خد بالك فكل المؤمنين دولت هيفضلوا موجودين سبع سنين دولت بقى حياة جميلة جدا 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 رائعة هتكون بقى البركات نزلت ده هنأكلم عليه إن شاء الله لما ليجي بقى العلامات الساعة الكبرى فإيه اللي يحصل بقى بعد كده سيموت عيسى عليه السلام موت عادية خالص زي زقي مسلم عليه الصلاة والسلام ويموت المهدي ويبقى بعض المؤمنين هيرجع بقى مرة تانية الفتن مرة شفت الإيمان عيلي إزاي إيمان عيلي والكلف بتاعوصل لآخره خلاص وسيدنا عيسى بقى والدنيا كلها مؤمنة وما فيش حد مش مسلم على وجه الأرض في الوقت ده إيه اللي يحصل في الوقت دوت اللي هيحصل إن هيرجع الكفر مرة تانية وترجع عبادة الأصنام مرة تانية وتنشر الأصنام حوالين الكعبة بل وبعدها تهدم الكعبة ويرفع الكرآن من الصدور خد بالك من الترتيب الغريب ده ويرجع الناس مرة تانية كفار ما فيش ولا واحد بيقول يا رب ما فيش واحد يعرف ربنا خلاص في الوقت دوت سيبقى فيه قلة مؤمنة ما ينفحش يعيشوا مع الناس ديت لأن الناس ديت هتقوم عليهم الساعة هتقوم عليهم القيامة ويركزوا معا في الحتة ديت فمن رحمة ربنا عشان المؤمنين ما يكونوش موجدين في وقت قيام الساعة إيه اللي يحصل فيرسل الله عز وجل لهم ريحا لينة ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين بكل رحمة وحنان وتحنان فيموت المؤمنون ولا يبقى إلا القفار والمنافقون فعليهم تقوم الساعة الدليل حديث روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال وذكر الحديث ثم قال فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود شبه سيدنا عروة بن مسعود قال فيطلبه يعني يطلب الدجال فيهلكه ثم بعد هلك الدجال قال ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام الريح اللي هنا جاي من قبل الشام الشام كلها أرض باركة ما شاء الله أرض مباركة فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت علي حتى تقبضهم لو أنت حاولت تفر من الريح دي ودخلت في حضن جبل الريح دي هتيجي وارك لحد ما تقبض روحك ليه ما ينفعش يا مؤمن يا حبيب قال بأن انت تقش في زمن الفتن دي فتقبض روحك بكل رحمة وحنان فلا يبقى إلا الكفار فلا يبقى كبال ربا قال صلى الله عليه وسلم إذا بعث إذ بعث برضو في روايا ده مسلم إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة آخر علامة رقم 59 هدم الكعبة علامة كبيرة أو جديدة أو إن يا جماعة إن الناس اللي هيكونوا عايشين في الوقت ده ما يستحقوش إن تكون الكعبة موجودة معهم والناس اللي هيكونوا موجودين في الزمن ده ربنا عافين وعرفوك يا رب إن احنا نبلغ الزمن ده ربنا يبلغنا زمن المهدي وعيسى عليه السلام لكن لا يبلغنا إن شاء الله الزمن الأخير بقى اللي هو وقت قيام الساعة وكلام ده كل هيهدم الكعبة رجل من الحبشة اسمه ذو السويقتين هيجي ويهدم الحبشة يقول صلى الله عليه وآله وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة هذه صلى الله عليه وآله وسلم وعند أحمد بسنة دين صعيه قال صلى الله عليه وسلم يبايع لرجل ما بين الركن والمقام اللي هو المهدي رضي الله عنه ورضاه يقول ولن يستحل البيت إلا أهله لن يستحل البيت الحرام إلا المسلمون فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب إذا استحلوا البيت فعلوا فيه المنكرات وأقاموا عنده الأصنام وفعلوا الموبقات هناك فلا تسأل عن هلكة العرب يعني العرب هيهلكوا في الاتدام ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمروا بعده أبدا وهم الذين يستخرجون كنزة كنزة الموجود تحت الكعبة طيب فإن قيل طب ما الأحاديث ده مولانا بتخالف قول المولى عز وجل أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا الحرم ده آمن إزاي إن الكعبة تهدم وربنا سبحانه وتعالى حبس عن مكة الفيل أبرها لما جي يهدم الكعبة ربنا حبسوا عن المكان ده وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فإزاي يحصل الكلام ده وإزاي تهدم الكعبة الجواب إن خراب الكعبة مش هيحصل في أي وقت فيه مؤمنين بس لا ده هيحصل في آخر الزمان عند فساد الناس وعند الكفر وعند البعد عن طاعة ربنا وعندما مش هيبقى فيه ولا واحد على وجه الأرض بيقول يا رب ما حدش لا بيطوف ولا بيسعى ولا بيحج ولا بيعتمر ولا بيقرأ القرآن ولا بيصلي ولا يعرف ربنا أصلا ما فيش لا يقالوا في الأرض الله الله كما ورد في الحديث ساحة مسلم لا تقوم الساعة وفي الأرض رجل يقول الله الله واضح المسألة خطيرة جدا إيه اللي حصل يقولوا فلا يبقى في الأرض أحد يقولوا الله الله ولذلك جاء في الواية الإمام أحمد لا يعمر بعده أبدا فهو حرم آمن ما لم يستحله أهله وليس في الآية زي ما بيقولوا ليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن آه ربنا جعل الحرم آمنا لكن هالربنا وعد في الآية ديت إن الحرم ده يظل آمن لحد قيام الساعة لا مجاش الوعد جاء الوعد إن هو يكون حرم آمن لحد إمتى لحد بقى الوقت بتاع الفتن ديت إن الناس كفرت رجعت تعبد الأصنام وقد حدث يا جماعة حدث قتال في مكة يعني عجيب جدا جدا مرات كتيرة جدا وكان أعظم ما وقع كان من القرامطة كان طهري بن عبد الله القرامط عليه من الله ما يستحقه كان في القرن الرابع الهجري أحدوا يقتلوا المسلمين في المطاف وهم بيطوفوا حوالين الكعبة ونزعوا الحجر الأسود خد بالك نزعوا الحجر الأسود وفضل عند القرامطة 22 سنة يمكن بعض المسلمين أول مرة أسمعوا كلام ده 22 سنة يفضل الحجر الأسود موجود عند القرامطة أي نعم 22 سنة موجود الحجر الأسود عند القرامطة ويطوفوا المسلمين حول الكعبة بلا حجر أسود بلا حجر أسود لحد دمعادة مرة أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى إلى بيت الله الحرام بفضل الله سبحانه وتعالى شاك في الموضوع يا جماعة إحنا بقى موقفنا إيه إحنا تكلمنا دلوقتي عن المرحمة واتكلمنا عن فتح القسطنطينية واتكلمنا بقى عن بقية العلامات الصغرية إحنا ذكرنا 59 علامة صغرة أنا بقى كمسلم واجبي إيه أنا كمسلم واجبي إن أنا يعني أبقى عارف إن أنا مسلم وحس بقيمة الدين ده ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد للنبيا متصلى على أحمد صلى الله عليه وسلم ربنا بيقولك يا أيها الذين أمانوا كونوا أنصار الله وفي كراءة حمزة كونوا أنصار لله كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فين النصر يا مسلمين قال جل وعلا فآمنت طائفة من بني إسرائيل يبقى النصر إيمانية لأن سيدنا عيسى لم يقاتل أبدا اقرأ بقى في سيرة سيدنا عيسى وفي تاريخ سيدنا عيسى لم يقاتل أبدا يبقى إذن فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة النصر كانت نصر إيمانية والخذان كان خذان إيماني إن الإنسان يبعد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى يبقى نازم إيه؟ يبقى نازم الحق الآية كونوا أنصار الله إنت فعلا هتنصر ربنا إنت هتجدد الباعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلبس حجابك إنت إن شاء الله ربنا هيكرمك وتوب إلى الله وتصلي وتعبد ربنا وبر أمك وابوك وتصل للرحم وتكفل اليتامة وتكرم الناس حقيقة جماعة يعني أنا لشيء ما ربنا يبعد فيكم فعلا أتمنى نفس ألكم كلام كتير جدا 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 لإني يعني يعني سامحوني ده آخر لقاء يعني مع إخواني هنا في قناة الناس ولن يعني إن شاء الله يعني إن شاء الله يعني إيه دار الأخيرة إن شاء الله سأكملها في مكان آخر لكن إن شاء الله ده آخر لقاء بقى لي خمس سنين على قناة الناس ربنا يحفظكم وبر فيكم ده آخر لقاء أنا يعني بعتذر طبعا لإخواننا وحبيبنا القائمين على القناة يعني إن شاء الله ده آخر لقاء يكون هنا في قناة الناس ربنا يحفظنا وحفظكم لكن عايز أقول حاجة نفس أقول يا جماعة يعني أنا بقال لي خمس سنين بكلمكم وبقال لي خمس سنين بأذكر إخواني وأحبابي بالله سبحانه وتعالى وبقال لي خمس سنين بكلم عن الحجاب وبكلم عن الصلاة وبكلم عن بر الولدين وبكلم عن صلة الأرحام وبكلم عن الصدق والوفاء والأخوة وآخر دروس كنا بديها في رمضان كانت كوكب تاني وبنقول عايزين كل يوم نطلع كوكب أخلاق عشان نتعلم الأخلاق لأن فعلا إحنا بقينا في جو أخلاقي مسموم مسموم بجد الله العظيم يا جماعة أقسم بالله العظيم نهاردة بموهن العربية بنزينة أقسم بالله العظيم والله لقيت الشاب اللي بيمنال العربية بنزين بيقول لي بيقول لي يا شيخ محمود هي الدنيا تميل تغدر كده لي فسكت فلقيته يعني دموع في عيني طوله خير قال لي قال لي قال لي أنا اتغدر بي من زوجتي ومن أهل زوجتي واتعمل فيه عمايل واتحرمت من بنتي واتاخد عفش بيتي وترفعت عليه أواضي بظلم وعضوان عشان بس رفضت أمر غلط بيحصل اتغدر بي وتعامل طوله حبيب قلبي كلنا عايزة أقول لك كلمة واحدة إن الزمن اللي احنا عاشين في ده فعلا زمن فتن زمن فتن بجد فاكرين حضراتكم لما قلت لكم حديثين وقلت لكم أكتر حديثين بيؤلموا قلبي والله العظيم الحديثين دولت أقسم بالله كل ما افتكرهم على طول بعقب بعديهم وقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وترفني إذا كانت الوفاة خيرا لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع إنسان اللي عنده لدين والأخلاق واللي عنده أي شيء واللي عنده قيم واللي عنده مبادئ ودور كتير أوي أوي حتى في مجال الدعوة وحتى في مجال الدين وحتى في مجال القائمين على القنوات تجد منهم أخلاقيات لا تجدها عند القنوات اللي بتقدم كلبات أغاني بتاعوا كلبات الأغاني بيحترموا أهل الدين وقد تجد رجل قائم على قناة إسلامية ولا يحترم أهل الدين ولا يحترم الدين نفسه كل المسألة عنده مسألة بيزنس ودنيا وفلوس واللي يكسبوا الدنيا يعني معه ملغباط على الآخر عايز بس فلوسه بس احنا بقنا عايشين في زمن فتن حديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب إن لله إن عليه راجعون ويكذب فيها الصادق يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبطة قال ومروا يبضط يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العمى أنا قابلت ناس أفاضل ناس من خيرة الناس كانت الكلمة اللي بيقولوا هالي الله العظيم ما أنسى الكلمة دي كان الناس الأفاضل دولة اللي لا يخلوا منهم زمان ولا مكان بفضل الله سبحانه وتعالى كان الواحد منهم يقول لي يقول لي والله يا شيخ محمود أنا لا يشرفني أبدا إن نعيش في الزمن ده تقول له صدقت فعلا ارجع لأكتر من 1400 سنة شوف حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم لما عمر بن خطاب يخش عليه رضي الله عنه ورده ويلاقي النبي نايم على الحصير وقد أثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله كسرى وقيصر في الديباج والحرير وأنت يا رسول الله تنام على الحصير معقولة يا دي إمتك يا رسول الله فالنبي يغضب ما يفرحش ما يقولوش إيه شفت يا عمر بقى شفت أنا مستحمل إيه ولا ما قالوش كده فإذا بالنبي يغضب ويقول أفي شك أنت يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة هي دي اللي أنا عايز أقولها إن الناس المحترمين الناس اللي عندهم مبادئ الناس اللي عندهم أخلاق عايز أقول لهم عزائكم إن دي مش دنيتكم إن الدنيا ديت اللي إحنا عايشين فيها ديت مش هي دي الجولة بتاعتكم جولتكم هناك لأن الحياة الحقيقية أصلا هناك يعني شوف ربنا بيقول يعني الإنسان بيقول إيه يعني يوم اليام يقول يا لتاني قدمتوا لحياتي اللي هي فيه الأخرة مش الدنيا وإن الدارة الأخرة اللي هي الحيوان يعني الحياة الحقيقية شفت ديه شفت إيه إذن إن الإنسان المحترم اللي بيهضم حقه اللي محدش بيقدره اللي محدش يعرف قدره محدش يعرف قمته في نفس الوقت يرى المنافق والكذاب والمدلس واللي بيمسح جوخ يجدوا محطوط فوق الرؤوس بتزعلش هي دي دنيتهم سيبوا ياخدوا ويشيل ويحوش ويلموا ويكوش ويبني ويعلي قدرك عند ربنا سبحانه وتعالى عالي قدرك عند ربنا غالي لو الناس معرفتش قدرك يكفي إن ربنا يعرف قدرك شوف حبيبنا حد فين أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا صلى الله عليه وسلم في عز مرايح للطائف عايز ياخد بإيدهم للجنة يضربوه ويعوروه ودماؤه تنزف صلى الله عليه وسلم ويوصل لحاق تقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني هوان مين يا جماعة هوان النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وهواني على الناس يجي بعدها على طول مباشرة رحلة الإسراء والمعراج كأن المولى عز وجل بيقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم إن كان أهل الأرض مش عارفين قدرك وإمتك يا رسول الله تعال طلع فوق شوف قدرك وإمتك عند أهل السماوات السبع ماهماكش ولا تزعل ماهماكش لما تكون شغال في شغلانة وإنت إنسان صادق ونضيف اليد وإنسان نزيه ومحترم وأمين وصادق وتلاقي نفسك ما حدش مقدرك ولا حد عاملك قيمة ولا حد أصلا بيلتفت إليك وتجد المنافق والمدلس والكذاب واللي بيمسح جوخ والأيازم بالله والناس اللي مش كويسة بيتضرب لهم تعظيم سلام ما يتحصرش قلبك لأنهم مريهم الدنيا وإنت ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يكرمك في آخرتك وهيستورها معاك برضو بدنيتك لحسن تظن بقى إن إحنا يعني الإنسان المحترم ده خلاص بقى يعني اتحكم عليه بالإعدام في الدنيا لا هو ربنا هيكرمه وهيلطف فيه وهيدافع عنه لكنه ممكن يتعرض لشوية فتن ممكن يتعرض لشوية محن ممكن يلاقي نفسه مش يلاقي نفسه بين الناس لأنه هو خلاص أخلاقيات مفيش أخلاقات من عدمة مفيش أخلاقات بالمرة إلا عند من رحم الله صبحانه وتعالى احنا عايشين في زمن إلا أخلاقيات اسمحوني ليست هذين هذة تشاومية أنا بقول على واقع أنا شaifه إن مفيش أخلاق مفيش أخلاق النهاردة بالمرة بالمرة بين المسلمين النهاردة والله العظيم ما في أخلاق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى نهاردة ييجي واحد يقول لي يقول لي يا شيخ محمود احنا امتى ربنا يرحمنا اقول طوله مش هرحمنا الا لما احنا نرحم بعض لان النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم قال ارحموا ترحموا كلام واضح من لا يرحم لا يرحم ارحموا من في الارض ارحمكم من في السماء انت زعلان عشان ضريبة عقارية مفروضة عليك انت زعلان عشان مش عارف ايه زعلان طب ما ترحموا بعض ما تخليكم اخلقاتكم كويسة مع بعض ده لحد النهاردة كاست على الاخر ضب فوق دماغك خبط فوق دماغك لو انت ليه جار يرمل عزك الله القمامة قدام بيتك يأذيك يعملك يروح يدب فيك اسفين يروح يأذيك هنا يروح يأذيك هنا لا يعرف قدرك تمهنهم هم مسلمين هم بيأذوا بعضهم الا من رحم الله سبحانه وتعالى فانت زي تطلب من ربنا سبحانه وتعالى نزول الرحمة في حين ان احنا كمسلمين ما بنترحمش مع بعض الا من رحم الله سبحانه وتعالى انا مش بقول النظرة السودة لكن فعلا النظرة بقت سيئة جدا جدا احنا كل ما رحمه كان طب والله العظيم يا جماعة اقسم بالله انا من دون الاسباب اللي خليتني قفلت مبايلي خالص بس تقبل عن الرسالة فقط اللي بيبعت الرسالة بتعيره بتعيره كده بظهر الغيب ربنا يبارد فيكو ويفرج هام المسلمين جماعا من كتر الماسر اسمعتها ما فيه مكلمة تجيني اللي يقول لي اخويا ظلمني اخويا سرقني الصديق يخلني فلان عمل فيي ايه ايه الكلام لدرجة الواحد قلبه كان هيمرض ايه ما فيهش حد بيتصل مرة يقول اخويا اكرمني ابن عمي انصفني فلان الحمد لله قال كلمة انحقه ونجدني كل الاتصالات والرسائل المقاسي كلها كلها مقاسي ومقالب وإئذاء وظلم وتعصب ليه ليه المسلمين بيعملوا ببعض كده عشان كده محتاجين ان احنا نفتكر من خلال رحلة الاضطار الاخرة ان احنا نفتكر ان فعلا فيه اخرة ان فيه يوم ربنا قال عنه ألا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ده فيه يوم هتقفر بين اذن ربنا ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان ينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم ينظر العبد اشأ منه فلا يرى الا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار فاتقوا النار ولو بشق طمرة ولو بشق طمرة ان انت النهار ده محتاج ان انت فعلا تتقي ربنا محتاج ان انت تتقي نار الاخرة ناركم هذه التي تقودون عليها هي جزء من سبعين جزء وفي رؤية احمد من مئة جزء من نار الاخرة خبالك قال يا رسول الله ان كانت نار الدنيا لك فيه قال اجل ولكنها فضرت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها فاذا الانسان النار ده لازم يفوق ولازم يفهم وانا معلشش انا بتكلم الكلام ده بكل صراحة وبكل وضوح عشان ده اخر اللقاء بيني وبينكم بقول لكم يا جماعة يا جماعة الخير اللي بيحبكم في الله والله وخايف عليكم عايزين نتقلب بنا ببعض كفاية كفاية ظلم البعض كفاية يا جماعة كفاية غدر ببعض كفاية ان احنا نقذ بعض اكتر من كده لان فعلا الصورة هتبقى صعبة وبعدين في النهاية انت ما تشوقت حاجة من الدنيا واسأل اي انسان في الدنيا بان وشيد وجمع وعمل في النهاية وانا الى ربك المنتهم يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كتحا والنهاية فملاقيه خلا ستقف من ايدن ربنا وهيسألك عن كل صغيرة وكبيرة ووضع الكتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك احدا بتمنى ان يكون فعلا اخر كلام اقول لكم ان احنا يا جماعة الخير والله العظيم بحبكم في الله وبتقرب الى الله بحب كل مسلم لكن بيحزني بيحزني المظالم اللي بين المسلمين بيحزني الغدر يعني اذكر ان اخت مرة اشتكتلي ان هي اتجوزت شاب هذا الشاب بطلع يا زب الانسان مش كويس بالمرة والمصيبة ان هو رجل اللي عليه سمت اهل السنة هذا الشاب الحد النهاردة معلق الاخت الفاضلة دي بقاله سنة سنة بأمر من امه امه دي ست لبس حجاب وست يعني بتروح دروس في مساجد وبتحفظ قرآن وبتحضر حلقات وتقول له سيبها متعلقة اوعى تطلقها خليها كده مرمية دي اخلاق مسلمين ويسيب بنات الناس مرمين ليه ونعلق بنات الناس ليه ونرمي بنات الناس بالمنظر ده ليه ما نرحم بعض انت مش عايزة ما تطلقها طلقها وسيبها ربنا يكرمك ويحفظك وربنا يبدلك خيرا منها ويبدلها خيرا منك وبلاش المظالم دي شاب النهار ده بيقول لي والله عظيم مجرد ان انا بس اعترضت على زوجة انها ما تقعدش عند اختها لانه جوز اختها موجود عايز تقعد عندها المد اسبوع اعترضت فقط يقول لي والله وانا برا سرقوا العفش سرقوا الدنيا وكسروا الشقة وراحوا رفع عليه قضية تبديد عفش ورافع عليه اواضف المحاكم عشان نفق ومتع ومشافئه في الاخر حرمينه بابنته مين يقول ان دي اخلاق مسلمين مين يقول هي دي شطارة في النهاية في يوم يا مسلم هتوقف بالايدين ربنا هتقول له ايه هتقول له ايه عن مظالم دي اتدرون من المفلس قال المفلس وفينا ملادرها ملاه ولا دينار قال المفلس ومن امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج مش هينفعك مش هينفعك ان انت بتحج كل سنة مش هينفعك انك بتصوم كل رمضان وبتعتكف مش هينفعك ان انت بتصلي وبتزكل انه عندك مظالم ولكن هذا الانسان يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل ما لهذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فانفنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح ثم طرح في النار انا عايز اقول كلمة اخيرة فاضل الحياة تلت دقائم عايز اقول كلمة اخيرة احمد الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى احمده حمدا يليق بجلاله سبحانه وتعالى ان ربنا اكرمني وكنت من مؤسسي قناة الناس انا ومجموعة من دعاء اخواننا مش مؤسسين عن دفعنا فلوس يعنوا لا يعني تفضل الله سبحانه وتعالى احنا اللي شلنا قناة الناس لحد ما بقت قناة الناس قناة الناس تفضل الله سبحانه وتعالى واحمد الله سبحانه وتعالى ان يوم ما طرقت قناة الناس هي قناة الناس فضل الله سبحانه وتعالى قناة الناس هي قناة الناس بمحمود المصري من غير محمود المصري بفلان من غير فلان فأسأل مولى عز وجل إن شاء الله إن ربنا يوفق القائمين على هذه القناة المباركة إلى ما فيه خير المسلمين وبوص القائمين على هذه القناة المباركة إن ربنا يكرمهم ويعني فعلا يقدموا الخير الكبير إن شاء الله للمسلمين عشان ربنا ينفع بيهم يا رب العالمين وأسأل مولى عز وجل يوفق كل أخ داعية في هذه القناة المباركة وإنه يقدم لهم الخير الكبير اللي يأخذ بإيدهم إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى وإن شاء الله لعله وعسى يعني يكون إن شاء الله يعني لقاءات في مواضيع كتيرة جدا إن شاء الله في أماكن إن شاء الله برضو لا تقل إن شاء الله عن هذه القناة المباركة وبشكر كل أخ يعني يعني بذل جهد معايا بشكر أخويا محمد مدني بشكر كل القائمين على القناة بشكر المصورين اللي معانا والله ربنا بار فيهم بشكر إخوانا في الكنترول جوه على هذا الجهد اللي بيفزره أنا فيه معايا ديتين معايا شراء السفضلين بشكر كل إخوانا اللي موجودين معانا واللي بذلوا جهد كبير جدا جدا طوال الخمس سنوات أو ست سنوات اللي قضيتهم في هذه القناة المباركة وربنا يباري فيهم جميع نرب ويحفظهم يا رب العالمين ويفضلوا دايما كده يحتاس بكل لحظة إن شاء الله في تقديم هذا الخير والأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وأسأل المولى عز وجل أني أجمعني وأياكم على الخير دائما والله بحبكم في الله والنصيحة الأخيرة وإن كانت ثقيلة لكن قلتها لإني بحبكم في الله وإني خايف عليكم ولإني بحزن جدا إن مسلم يسمعني وعمال ما شاء الله بيبر أمه بيصله وهي بلبس حجاب وفي النهاية فيه مظالم المظالم دي ممكن تضيع حسنتنا كلها أجماعة عايزين نتقل ربنا ببعض عايزين نرحم بعض عايزين ناخد باننا من بعض شوية عشان ربنا يكرمنا وارحمنا ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء من لا يرحم لا يرحم جزلكم الله خيرنا حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحابه وسلم نحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته